حلقة النهاردة من عشر الصفحة في الاهلي اهلا من كل حضراتكم من جديد تعالوا بقى نتكلم في الفقرة دي اكتر وبالتفصيل عن رياضة التجديف لان الحقيقة وكلنا واخدين بالنا من هذا الامر انها بتدت تنتشر بشكل لافت للانتباه في الفترة الاخيرة ومش بس كده كمان بقى فيه بطولات كتيرة ومتنوعة سواء في الكاياك او في الكانوي وحنعرف حضراتكم التفاصيل المتعلقة بالرياضتين دول او التفصيلتين دول في التجديف وبقينا كمان بنشوف مراكب التجديف على امتداد نهر النيل وفي البحر وبشكل كبير جدا حقيقة طبعا لازم كمان ناخد بالاعتبار المؤخرا كان فيه بطولة مهمة جدا للتجديف في مدينة العالمين الجديدة ضمن مهرجان العالمين الرياضي عندنا كلام كتير هنتكلمه عن التجديف وعن انتشاره في مصر في الفترة الاخيرة مع ضفتنا لمن وراءنا نانسي احمد وهي لعبة التجديف السابقة وبطلة الجمهورية لمدة عشر سنين متواصلة وهي حاليا محكمة دولية في الكايك صباح الفل عليك صباح الفل عليك صباح الفل عليك صباح الفل عليك نورانا كالعادة بجد نانسي كنت معنا تقريبا أقل من سنة أو من سنة حاجة زي كده وأكيد من سنة لسنة اختلف الأمر وفيه تطوير حصل بشكل كبير جدا حابين بس نبدأ في البداية لأن السؤال ده ممكن يجي برضه في أذهان بعض المتابعين دلوقتي نبدأ من الأول كده التجديف كان في الأول أو اللي احنا نعرفه عنه أنه هو حاجة طرفيهية إيه اللي أخد التجديف من فكرة عمل طرفيهي أو رحلة طرفيهية ليه رياضة وبطولات وحاجة بقى على المستوى الاحترافي طبعا التجديف هو من أقدم أو اتحاد التجديف من أقدم الاتحادية لأنه هو أنشأ عام 1907 فرياضة التجديف موجودة من زمان جدا وهتلاقي دايما الملوك والأمراء دايما كانوا حريصين زيها زي رياضة الفروسية أنه هم يمارسوا رياضة التجديف بس خلينا نقول أنه هي ابتدت كرياضة بشكل بروفيشنال الأول وبعد كده ابتدت دلوقتي تبقى بشكل طرفيهي يعني العكس لأنه يعني إحنا لو بنتكلم على رياضة التجديف لأن ناسك بتبتدي تروح وتتمرن وتنزل بطولات دلوقتي بقى فيه أكاديمس كتيرة منتشرة ممكن تعلم أي حد أنه هو يلعب تجديف بقى فيه أنواع مختلفة لمراكب التجديف تخلينا نحن لو حد مثلا معادي سنة 30 أو معادي سنة 40 يقدر أنه يعني خلال سيشن أو 2 أو 3 يقدر أنه ينزل ويمارس رياضة التجديف وده بقى منتشر جداً دي بقت حاجة يعني ما كانتش موجودة قبل كده واللي من ضمنها الكانوي والكاياك أنا كنت أقول من شوية من ضمن أنواع رياضة التجديف طبعا عايزين نعرف كده الناس ولو بشكل مختصر كل الفرق ما بين الاثنين طبعا إحنا قلنا قبل كده أن ده التحاد منفصل عن إتحاد الكاياك منفصل عن إتحاد التجديف التجديف بيكون اللاعب يقدب بظهره المركب بتبقى مختلفة بتبقى أطول المقاديف أطول مقاديف بتكون مسبتة في المركب نفسها الكاياك بتكون المركب أقصر وكمان أخف في الوزن والمقاديف كمان بيكون قصير وخفيف واللاعب بيقدف بوشه تمام بالنسبة للتجديف عندنا يعني انتشر وتطور بشكل كبير التجديف الشاطئي والحقيقة دي كانت البطولة اللي اتعملت في العالمين الشهر اللي فات والحقيقة دي أول بطولة جمهورية بنظمها الاتحاد المصري للتجديف وكان حاجة كويسة جدا أن هي تتعامل طبعا في مهرجان العالمين لأن ده خلى الناس تتفرج على التجديف بشكل قريب طبعا إحنا دي الفيديو اللي بيتعرض ده ده كان من فعاليات البطولة وزي ما حررتك شايف دي مركب سكيف مركب فردي بيكون فيه زي تلات نقط مفروض أن اللاعب في الأول بيمشي ويبتدي الأول بيبقى أول يعني ترنينج بوينت دي بتبقى على يمين وبعد كده بيلف على شماله آخر واحدة بيلف الورا تمام وبعد كده بيرجع وبيكون فيه خمسين متر مسافة خمسين متر جارية على الراملة لغاية لما يوصل للمركب وبينزل وبعد كده بيرجع أول ما بيرجع لازم يرجع يرجع على الراملة مسافة خمسين متر طيب بصيب على الراملة دي ممكن اللي اتأخر ناس ما هو عشان كده هو ده يعني الحماس اللي في اللعبة صح إن حضرتك دي حصلت في البطولة نفسها أن فيه ناس فعلا وصلت بدري بس ما بتقدرش الجارية فيها ما هي بقى دي الشاطة أرى بيكون فيه علم محطوط عند الحكم بعد مسافة الخمسين متر الراملة دي بيمسك العالم الأول محسوبة ضمن المسافة الكردية آآ آآ بالزبط كده يعني هو الفكرة زي ما حررتك شايفهم بيبتدوا ده الستارت بتاعهم هيبتدي أول لما الحكم يديله الأوكاي يبتدي أن هو يجري يوصل للمركب ينط فيها هيجري أهو تمام هنا بيقول لهم أن دي فونس ستارت أو بداية خطئة يعني لأنه الاثنين لازم يبتدوا في نفس التوقيت قلي لابس نظارة سابق أنا أخدت بال بالزبط فهي لعبة حماسية جدا واضح للبطولة دي كمان كانت نجحة وكان فيه ممتع نجحة جدا وطبعا كان فيه اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بأن يكون فيه مجموعة ألعاب يبقى فيه بطولات شغالة فيها زي ما حردك شايف ده مينكو بقى دكاياك ولا لا ده تجديف هينط طبعا الفكرة برضو أنه هو ينط بسرعة جوا المركب عشان يلحق وبعدين يرجع يوصل بالمركب على الراملة زي ما شفنا ويبعد كده يبتدي يرجع جاري بسرعة وياخد العالم اللي كان موجود بيسحب العالم الأول هو بيكون وفيه مشاركة نسائية ومشاركة اه طبعا كان فيه رباعي وكان فيه دبلو وكان فيه وفيه طبعا قارب فردي سكيف بالنسبة للبنات وبالنسبة للولايات طبعا هي ممتعة جدا وبيبقى فيه تشجيع رهيب لأنه طول الوقت الناس بتفضل تشجع اللاعب يلا بسرعة بس طبعا هي صعوبتها زي ما حالتك شايف ان المية البحر بتكون خفيفة بيبقى فيه طيار طول الوقت وهوى جامد هو مش المفروض ان دي كده يخليها اسهل في حالة البحر عنها في حالة النيل مثلا او تجديف النهر الاتنين مختلفين عن بعض مين اللي ميته قد تقلق النهر المية او مية النيل بس النيل ده بيبقى اللي هو بتعمل فيه التجديف اللي هو تجديف السبرينت او اللي هو السرعة اللي هو تجديف النيل او البحيرات بتبقى مسافات 2000 متر تمام بيخلص بتيدي ستارت ويخلص في الفينش ومع الفينش بيكون النتيجة في البحر الوضع بقى مختلف البحر الوضع مختلف يعني السباق اللي احنا شايفينه ده ممكن لو هو جي يلف في الترنينج بوينت الاخرانية ممكن الهوى يخليه يغبط في الشمندورة اللي هو بيلف حواليها فيتأخر فدي بتبقى عايزة طبعا يعني من اللاعب تركيز ان هو ازاي يجري بسرعة ارنط جول مركب بدري ازاي ان انا الف ازاي لو الهوى جامد دي بتبقى محتاجة طبعا خبر وعلى فكرة يعني انتشرت في مصر واحنا عايزة اقول ان احنا السنة اللي فاتت كان فيه البطولة الافريقية كانت في تونس مصر كانت مشاركة بيها جابت مركز تاني على رغم من ان ما كانش عندنا كوستل بوتس او مراكب كوستل في مصر يمكن مراكب الموجودة لسه مش كتير عددها قليل فطبعا دي حاجة احنا عايزين يبقى فيه مراكب اكتر يبقى فيه دعم اكتر لرياضة التجديف اتكلمي عن اقدم يعني اتحاد تقريبا في مصر وبيعاني من مشاكل ان هو مافيش الاوارب غالية الاوارب تكون غالية جدا طبعا الشحن كمان بيكلف احنا لا احنا ما بنصنعش عندنا خالص بس البوتس اللي هتنزلي بيها بقى السباق الدولي او مشاركة لازل يسأليهم ده طبعا بالنسبة للتجديف واعتقد ان بالنسبة للتجديف والكياك الفترة اللي جاية ان شاء الله هيكون فيه تركيز جدا لان الشهر اللي جاي بإذن الله هتكون البطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين احنا نشارك في بطولات كبيرة بالحجم ده ازاي واحنا عندنا مشكلة اصلا يعني في المراكب نفسها احنا خلينا نقول ان احنا عندنا مشاكل في الكوست البوتس او المراكب التجديف الشاطئي لكن رياضة التجديف الشاطئي ما هيش معتمدة حتى الان ان هي تدخل الاولمبياد لكن المعتمد التجديف العادي اللي هو تجديف ومراكب التجديف العادية موجودة موجودة والانتحاد مصري كان لسه مشارك في بطولة العلم في بيلجرود الشهر ده وطبعا زي ما قلت الحارتك بيستعد للبطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد وبنتمنى انا طبعا بتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري للتجديف بتمنى ان رياضة تزدهر اكتر لان دي حاجة كويسة ومن اقدم الرياضات اللي موجودة على بقى الصعيد الاخر الكاياك نفس الفكرة بس قبل ما نخش على الكاياك هلين عشان نقفل ملاف التجديف احنا عندنا كم بطل نقدر ان احنا نقول او نتطمن ان هو فعلا ممكن او يستطيع ان هو يخلينا نتأهل لأولمبياد تاريس ده رقم واحد رقم اثنين لو فيه اي مشاكل معينة اللي تحد بيعاني منها برضو حابين احنا نترحل ان احنا تأكدي الوزارات المعنية يعني وزارة الشباب والرياض هتلاقيها بالتابع واعتقد برضو المسؤولين من الاتحادات المختلفة بيتابعونا فخلينا نعرض ده علشان نجد حل او نوجد حل طيب انا بالنسبة للعيبة اللي اتأهلت اعتقد ان احنا كان عندنا في اولمبياد توكيو كان علي عبدالخالق ادر او محمد عبدالخالق ادر ان هو يتأهل واعتقد ان شاء الله بنسبة كبيرة ممكن يبقى عندنا اثنين او ثلاثة لعيبة اقدروا ان هما يتأهلوا مفيش عنصر نسائي ولا فيه ممكن يكون فيه بس المنافسات بتكون صعبة انا اتمنى طبعا انا اتمنى ان يكون انا عايزين بطلة تانية زيك يا نانسي يعني مش بطلة واحدة طبعا بس فان شاء الله يكون فيه تأهيل وزي ما قلت لحضرتك هي اللعبة دي انا بمارسها من وانا تقريبا عندي عشر سنين لعبة حلوة جدا بتمنى ان كل الناس تمارسها ولو فيه اولياء امور بيشوفونا ان هما كمان يوجهوا اولادهم ان هما يلعبوا رياضة التجذيف لان هي رياضة بتعلم المسئولية بتعلم المنافسة الشريفة كمان رياضة ممتعة جدا يعني ان الواحد ينزل الصبح بدري ساعة خمسة الصبح او ستة الصبح وبيقدف في النيل كنت بتعملي كده هنا في القاهرة ولا في اسكندران في اسكندران في نادي التأديف انا عارفا انا من سكان القاهرة فكنت بالعب في القاهرة يعني عدت 11 او 12 سنة انا بعملش حيث ان انا بصحى الصبح بروح اتبرا تجذيف وبعد ما خلص التمرين الساعة 8 الصبح بتدي يومي العادي كان عندنا استوديو قبل كده كنا في اول سنة في البرنامج ده كنا منقطع من استوديو بيطل على النيل مباشرة وعلى النادي الان وكان من المناظر الجميلة اللي كنا بنقعد نستمتع بمتابعتها كان عندنا يعني الحيطة عبارة عن بانوراما ازاس كلها فكنا بنستمتع جدا بمتابعة ناس كتير برضو واضح ان هم محترفين مش مجرد هو في التأديب في المنطقة دي يعني مرحلين وجايين الصبح لان ده المجرى اللي بيتعامل فيه البطولات زي يعني بطولات الجمهورية وبطولات المناطق بتتعامل في الجزء اللي هما بين كفري الجلاء وقبل كفري الزمالك واعتقد ان المكان تعال قناكن بزرق ده التحديد اللي احنا كنا بنطل عليه طب انا عايز سألك على حاجة دلوقتي فيه دول نهرية يعني عندها أنهار ومش بتطل على لا بحور ولا على محيطات وفي ناس العكس احنا عندنا الاتنين يعني احنا عندنا نهر وعندنا بحرين كبير دي من ضمن الحاجات هل ده خلانا بأي حال من الأحوال متميزين في الرياضة دي على مستوى العالم ولا لأ احنا ممكن المفروض نستغل ده في ان احنا يعني مصر بلد عمرانة بالمسطحات المائية على اختلاف أنواع هذي كانت أنهار أو عندنا يعني بحار بحر أحمر وبحر متوسط فده يخلينا نقول أن احنا نفسنا أن يبقى فيه مجرى دولي في مصر لأن ده يساعد أنه يستضيف بطولات كبيرة زي بطولات كاس العالم وبطولات العالم وإحنا ليه ما عندناش مجرى دولي بالمناسبة كان عندنا مجرى دولي في اسكندرية وإنه حصل والأسف المجرى يعني من 2011 ل2014 يعني تم إهماله شوية نتيجة الظروف اللي كانت حصلة في البلد في الدوئيد ده فما بقاش بقى غير صالح يعني ما تم السيانة وعادة تأهيله مرة تانية لحد ذاتها بنفس الشكل لا هو حاجة ليه علاقة يعني بوزارة الرأي لأن المكان ده كان عبارة عن بحيرة نشفت البحيرة من الميا وابتدأ يبقى فيه زرع وهيش طالع فما بقاش فيه مجرى يعني تروحي هناك ما فيهش مياه أصلا فطبعا نتمنى أن يبقى فيه مجرى دولي وأنا شايف أن النهاردة كمان هو ما ينفعش المجرى ده يكون بحري يعني مجرى في بحر ممكن ينفع لأنه إحنا مثلا أن العالمين استضافنا فيها البطولة الأفريقية السنة اللي فاتت كانت في البحيرة بس يكون فيه مجرى دولي بقى مخصص للتجديف إحنا شفنا كمان أن إحنا كان عندنا في مهرجان العالمين كانت البطولة بطولة تجديف الشواطئ فنتمنى بقى أن يبقى فيه يعني مكان مجرى دولي للتجديف الكياك أعتقد فيه دلوقتي قدام نادي المعدية في محافظة البحيرة ابتدى يبقى فيه تدشين لمجرى دولي لسه ما عملناش فيه أي بطولات بس يعني مصر بلد عمرانة بالمسطحات المقية أتمنى دايما أن يبقى فيه اهتمام وذي خطوة هتخلينا نقدم قدام كتير أن يبقى فيه طول الوقت استضافة للبطولات ده هيوفر مصاريف كتير طبعا على الاتحادات بدلا ما بنسافر بره بيبقى فيه مصاريف الفيز وتاكت وإقامة وحاجات كده لإحنا اللي بنحنا موجودين وعندنا فرصة أفضل عندنا أماكن كتير عندك الجونة مثلا ممكن نستغلها وإحنا نعمل طولة دولية الجونة بتستضيف العديد من بطرات الدولية منها للسكواش وغيره ففكرتوا في حاجة زي كده مثلا في أماكن زي كده أنا طبعا أنا مش هبتكلم باسم الاتحاد ولكن دي حاجة كلنا نفسنا فيها يعني كل المنتمين لرياضة التجديف والكياك نفسهم يبقى فيه المجرى الدولي ده موجود وإن شاء الله ربنا يكرم يكون فيه حاجة كده قريب شعلا فطبعا بتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في التجديف تعالي نتكلم عنك بقى كمحكمة دولية إيه بقى الوضع؟ التحكيم حبيته جدا بصراحة في الكياك لأنه يعني الحكم بيكون عامل زي القاضي هو بيدي بيطلع نتيجة لازم النتيجة تبقى فير عادلة جدا طبعا إحنا بنحكم بننزل خلينا بس لقول الأول المسافات بنسبة للكياك عندنا 200 متر و500 متر و1000 متر وفيه كمان 5000 المسافات الطويلة فالكياك بصراحة من الألعاب اللي أنا بحبها جدا قريبة من قلبي ولما بنزل كحكم كمان بيكون فيه مسؤولية مسؤولة عن كل السيفتي بتاعة العيبة اللي موجودة في الميا بيبقى فيه حكم بيمشي وراهم بلانش عشان يتأكد أن كل حاجة كل الرولز بتتطبق في المجرى بيبقى فيه حكم في الفينيش بيبقى فيه حكم في الستارت هو اللي بيدي إشارة البد فهي كانت حاجة ممتعة ومشاركتي في كاس العالم الحقيقة كأول بنت مصرية بتشارك في كاس العالم السنة اللي فاتت في بولندا كانت من ضمن التجارب الهيلة جدا ويتمنى إن شاء الله إنها تتكرر عندي طموحات إن شاء الله ربنا يكرم ويبقى فيه فرصة أكبر في يوم الأيام نشاركي بقى عندنا حكم أو حكما مشاركين في أولمبيات إذا كانت بارس بقى أو الأولمبيات اللي بعدها وشايف أن إحنا كلنا عندنا المميزات ياريت والله مستفعا يعني الحمد لله في تطور بالنسبة للحكام الفترة اللي فاتت إن ابتدى يبقى فيه عدد بشكل يعني كل سنة فيه عدد من الحكام المصريين بيترشحوا أو بيتعينوا في بطولات عالم وبطولات كاس عالم فدي حاجة كويسة جدا متدي خبرة لأنه عدد المشاركات بقرة بتبقى كبيرة جدا يعني أنا كنت مشاركة في بطولة كان فيها 43 دولة 43 دولة بعدد اللعيبة اللي موجودة بيبقى فيه يعني مسئولية وخبرة بنتعلمها كحكام فأنا إن شاء الله بإذن الله بقى فيه فرصة كويسة إن أنا أشارك ربنا يسهل لسه بقى الترشحات تبقى على آخر شهر 12 بإذن الله ربنا يسهل ربنا يسعك نانسي والله تستحقيها يعني وجد بتاريخك ده في اللعبة يعني عايزة أروح معاك شوال المنتخب عندنا والبطولات أحسن أو أعلى أو أعلى رانج خلينا نقول مصر وصلت له إيه هو يعني بالنسبة للبطولات الأفريقية مثلا في الكياك خلينا نتكلم عن الأولمبيات مثلا الأولمبيات كان عندنا لعبة ولاعب يتأهلوا فده طبعا في أولمبيات توكيو تمام فإحنا ماشي يعني بنتأهل بس لم نحصل على أي ميدالية صح كده؟ حتى لقينا لم نحصل على أي ميدالية بس خلينا نقول إن فيه تطور كبير حاصل جدا يعني إحنا كلمنا قبل كده إن الكياك أو لعبة الكنوي اتحاد الكنوي تحت منه 11 لعبة إحنا النهاردة عندنا بقى فيه الكنوي بولو اللي هو عبارة عن خمس مراكب خمسة قدام خمسة جوا بولو وفيه كورة حاجة أقرب للووتر بولو شوية دي بقينا موجودين فيها بقى عندنا حكام دوليين فيها بقى فيه بطولات مصر وبطولات كاس مصر موجودة فإحنا كده بنتطور اللعبة فيه الاسيو بي أو اللي هي تبقى بارة عن زي بورد بيبقى واقف عليه وبيقدف وهو واقف دي بقيت موجودة بقى فيه بطولات في مصر وبقى فيه حكام دوليين بيحكمه كان فيه حاجة كويسة حصلة جدا يعني الشهر اللي فات إنه كان عندنا مصر أول مركب بتشارك في بطولة العلم للمارسون سبقات المارسون دي إحنا ما شاركناش فيها قبل كده شاركنا فيها بقى رب كانوي وللعلم المسافات فيها بتبقى يعني فيه مسافات طويلة في المارسون وقصيرة مسافات القصيرة في المارسون بتبقى 3 كيلو أو 4 كيلو لغاية 10 والمسافات الطويلة في المارسون بتبقى فوق العشرة كيلو فإحنا اللعب كان مشارك في سباق مسافته 18 كيلو ف18 كيلو في مركب كانوي وطبعا مركب الكانوي مختلفة شوية عن الكاياج بيبقى اللعب سند على رقوبته آه طبعا وكان فيه إشادة على فكرة يعني المعلق اللي بيعلق على البطولة إدى اهتمام لللاعب المصري وعلق إن قد إيه اللعب المصري التكنيك والسطيل بتاعه كويس وقال إن يعني هو عمل مجهود كبير جدا إنه هو يفضل مكمل بالسطيل ده وده موجود على صفحة الاتحاد الدولي وكمان صفحة الاتحاد المصري للكانوي فأنا شايفة إن بقى فيه تطور فيه تطور بيحصل كلنا نفسنا إن مصري بقى فيه مدليات كتيرة سأقولك يا نانسي أقولك على حاجة يعني لما دلوقتي بتقول لنا ناو كريم إن ده أقدم اتحاد ورياضة قديمة جدا في مصر في التجديف أقدم اتحاد طب التجديف بيدخل أصلا أولمبيات ولا لأ آه طبعا أنا لسا قلت حضرتك إن محمد عبدالخالي اتأهل السنة ما هي التأهل لوحده غير كيفي ما ده اللي أنا بقوله ما هقول لحضرتك على حاجة أنا بتكلم على أقدم رياضة وأقدم اتحاد ومفروض عندي خبرة طويلة ما هي الدعم من 1900 بتولي وكام لا بس أقول لحضرتك على حاجة لا 1900 وكامل أو 7 طب ما فيش دعم من ساعتها ما هقول لحضرتك على حاجة إحنا أولا يعني لو هنتكلم على التجديف أول كاك أولا من مراكب غالية جدا تاني حاجة لعبة التجديف أول كاك عشان يعني تنمو تتطور محتاجة إن يكون فيه أكتر من سبونسور وأكتر من راعي 1907 يا نانسي إحنا أنت ما عندكيش غير سبونسور واحد بس تاني حاجة دي حاجة ما يعني عايز أقولها برضو بالنسبة للعيبة المشاركين اللعيبة بره بتبقى عندها كل الاحتياجات كل حاجة هون بيعملش حاجة في حياته غير إنه هو بيلعب بس ماليا كدعم كأي حاجة خاصة به هو مكررس حياته إنه هو بيلعب بس هنا إحنا عندنا اللعب الدنيا بتكون مختلفة هو بيلعب ما بيبقاش فيه إنكم بياخده من اللعبة فمضطر إنه هو ده حال كل رياضات على فكرة ده لأسف ده حال لازم يتغير ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه نحنا آن الأوان إنه لو حضرتك عايزة نتيجة كبيرة من اللعب لازم يتوفر له كل حاجة يعني فيه لعيبة أصلا حتى المكملات الغذائي بيشتريها هو على حسابه علشان فيش ممكن ده يكون جزء من مشروع البطل الأولمبي اللي احنا بنتكلم عنه وزارة الشباب ورياضة مؤخرة بتادي تركز فيه بشكل كبير يبقى فيه فعاليات بالتم إنه فعلا هذا المشروع يبقى شق تابع ليه كمان إنه هو أنا بوفر الدعم المادي مش بس له كجوائز لأ كمرتبات فعلا لأننا لو عايز أصنع بطل من البطل ده لازم يبقى بهيأ له صورة معينة وبيئة معينة عشان بعد كده قدر أقول إنه ده بطل أولمبي لكن لو استمرينا بالشكل ده طبعا لا طبعا أنا شايفة لازم النهاردة يبقى فيه نولي أهمية لللاعب إنه نفسيا ومعنويا وماديا هو ما يبقى الشيء يعني المجهود ده هو يبقى بس مركز في تمرينه أنا شايفة أن ملامح الحزن ترسمت على وش نانسي لما تقللنا معه الموضوع فأقترح عليك لتعلي نسحبها لأيام زمان لما كانت لعابة وكان بطل الجمهورية لمدة عشر سنين وأكيد ذكرات بصت إضحكة ترسمت يحكينا بقى عن العشر سنين دول وأبرز المنافسات اللي دخلت فيها وأهم البطولات اللي شاركت فيها وإنهلنا الإجابة على السؤال ده بالترنينج بوينت اللي خلاكي تاخدي قرار لأنه خلاص مش حلعب بعد كده لكن هكون محكمة طيب خلينا نقول أنا ابتديت وأنا عندي عشر سنين التكديف معظم المشاركات اللي كنت بشارك فيها وقتها كانت بطلات الجمهورية كان كل سنة بنشارك في بطلات الجمهورية لأنه كانت أول رياضة عموما تلعب بها لأنه بابا الله يرحمه كان هو كمان بيلعب تكديف فده اللي شجعني حبيت الموضوع واختي كمان بتدوي يلعبوها أختي كمان حكم دولي في الكاك وبرده كنت لعب تكديف وأكوية برضو حكم كاك لا ده عيلة مسهلة فطبعا كانت المنافسات في بطلات الجمهورية زمان كانت تبقى حلوة جدا تخلق روح كويسة لأنه التكديف بيبقى عندنا مركب فردي وفيه دوبي وفيه تمانية فبننزل نتمرن كجروب مع بعض كل يوم الصبح وسننا قريب من بعض فبيبقى فيه كان فيه بيبقى ذكريات حلوة وطبعا بنسبة اللعب التكديف هو أما حاجة أن يبقى فيه مديليا لدهب يعني المركز الثاني ده بنعتبره ده بنسبال نخسارة فكان كل تركزنا أن احنا عايزين نجيب مداليا وعايزين نجيب مركز أول كانت حلو طبعا كمان السنوية العامة يعني من ضمن الحاجات اللي فدتني بها رياضة التكديف أن أنا كان عندي تلت درجات ونصف في المية تفوق رياضي كانوا من ضمن الحاجات اللي كمان ساعدتني أن أدخل كلية الإعلام بعد كده بدنا طبعا كان فيه بطولات الجامعة الحمد لله شاركت في الأربع سنين وفي الأربع سنين كانت مداليا دهب الحمد لله الترنينج بوينت بقى هي الميديا لأن أنا اتخرجت 2011 وبعدها بدأت تشتغل كمساعد مخرج في قناة روتانا فما بقاش فيه إمكانية أن أنا يعني أوائم الوقت أن أنا خمسة هل حتى تدراتي بتشتغلي في الميديا يعني؟ حتى تعمل بروديوسر دلوقت طيب فالفكرة كلها مع أن أنت ممكن تبي موزيع على فكرة جدا يعني أبجاد مع أنت كل المواصفات صحيحة فاضل أي كونتكت بس عش أنت أوقات بتبس صح ألولك يعني الميديا بقى وقتها حبيت أنا الميديا أولوما دخلت الفلاتو وعيشت الجو حبيت الميديا وكنت أحب أكمل وحسيت أن أنا أديت لرياضة التجديف يعني وقت كبير جدا وطبعا أنا ما زلت ممارس للتجديف من فترة للتانية ولكن كنت عايزة بقى وما زلت محكمة دولية في طبيعة الحياة في الكنوي أنا موجودة وفي التجديف طبعا كل فترة كده لازم أخذ مركب وانزل هي كانت الأسبوع اللي فات أخذ مركب وانزل لأني مش بقدر بيبقى مرتبط بالتجديف هو بيبقى شغف طبعا لا وفيه طاقة إجابية رهيبة لواحد لو متضايق وبيأخذ مركب وينزل بيرجع حسس ده ممكن عادي شخص ينزل لوحده كده يعني لا أهدي كانت من أروحي لا باستمعنا أنا عشان يعني بطلة في اللعبة فأوكي مصرح لي كي وفي النادي فيه طبعا عضو عمل في النادي المصري فممكن أن أنا أخذ مركب وانزل بيها لكن فيه ناس ممكن يعني يعني نهوان دنتي لو عايزة تتعلمي لتجديف ممكن تروحي إلى أي أكاديمي تتعلمي وتنزلي وهتممكن تبقي ركب مركب زي دي وهو الفكرة أن يبقى فيه ممارسة ده ده المجهود الحلو أنا حتلاقيني بلانش جنبك بغرائك تقريبا لا هو والله مركب خلاص وعد يا نهوان دبال يا ماشي يا رونج في النهاية والله من مركب فعلا كنت هغرق بصي يا نهوان من فترة من فترة كنت بقى يعني بتديت كاكوتش كده في أكاديمي بمرة أنتك ديف تمام فوعد بقى مني ليكي هتنزلي معي أول مرة بس أنت اللي بعد كده نعمل تقرير خارجي ونصور معيك بكده والله وهتتبسي جدا وهتحسي أن الموضوع لطيح وإنتي نفسك هتبقي حبة لأنه إحساس حلوة قوي موسأة جدا إحساس حلوة قوي أن أنت تبقي نازلة مركب تكذير لك تتحكي أنت بس بتخيل نفسي قطع جبك وبرعرض ببعا وقامها وزة هي بكاية هي بكاية وإنتي بكاية وإنا ببعا وقامها وزة جبكو وحسبق كنتم اللي تبقي في مركب رباعي ممكن يبقى نازلة دفعة وحضرتك ونهواندو على فكرة يعني عايزة أقول حضرتك على حيكة أنا كان فيه فيه من فترة كان ولد عنده يعني ولد عنده نوع من أنواع الأوتزم التوحد كان اسمه محمد وعايزة أقول حضرتك أنه هو من أول مرة نزل ودلوقتي ممكن ينزل في مركب دبلو وفتدى أنه يمارس الموضوع بشكل لطيف فهو موضوعه وموضوع مش صعب وحتى لو فيه رهبة في الأول بتتكسر زي أي رياضة جديدة زي السكيتنج في الأول واحد بس تعتمد على القوة العضلية في التكديف أحلى حاجة فيه أنه بيحرك كل عضلات الجسم يعني الناس ببقى فاهم أنه سعيد برنافق عضلي عصبي وحدوتة مش سهل قوي زي ما بتباني كده ما هو إحنا مش هنبقى مثلا بنقدف علشان عايزين ندخل بطولة العالم إحنا بنقدف فورفان نحن نتبسط نعمل حاجة كويسة نلعب رياضة لطيفة بدل ما هنروح مثلا جيم في مكان مقفول بنلعب على نفس الأجيزة اللي احنا متعاوضين عليها لا الموضوع مختلف وفيه ثقة إيجابية فعلا وقفة ومية النيل والفيو بتاع الغروب والوقت ان انت شايف انعكاس أشعة الشمس على يعني المباني الكبيرة اللي بتبقى موجودة فيه روح تانية جميلة مختلفة متقدرش اتعوضها بحاجة تانية مهما كانت الألعاب طبعا منحازة للتجديف لا بس انت كلامك صح والله بس فعلا أنا بفصل يعني أنا حتى لو في يوم من الأيام مخنوقة أو متضايقة وروحت نزلت في مركب تجديف وجيت أنا بحس أن أنا فصلت تماما وبقى فيه طاقة يعني إيجابية موجودة ان أنا أكمل فأنا احنا عندنا كل حاجة نهر النيل موجود تجديف موجود ونماذج هايلة زيك يا نانسي بجد انت نماذج يعني فعلا ناجح خليني أقولك أنا مش بجملك بجد فلا دي حيا فكل التوفيق ليكي طبعا شكرا لحضرتك ونالك المزيد من النجاحات كمان ان شاء الله وتنورينا قريب في عشرة الصفحة ان شاء الله بإذن الله مبسوطة أنا كنت معيكم نورتين نورتين أهلا بيك طيب حانتلع فاصل سريع ونرجع لنبتدي بحضرتكم تاني وآخر فخارات الحوارية كنت قمع